السلام عليكم طلاب الصف الثالث أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم أول شيء خلونا نفتح كتاب الطالب الـ People's Book إلى الوحدة التاسعة تحديداً page number 36 الصفحة السادسة والثلاثين يترى شو راح ندرس اليوم في عنا كلمات راح أذكركم فيها معانيها في عنا اليوم لغة وقواعد شغلات بسيطة لكن مهمة كثير ما بينفع عنه ما نعرفها في عنا اليوم تمرين الأوائل كيف نألف جمل طبعاً هاي الجمل مأخوذة من الدرس كيف يترى ممكن نكتب هاي الجمل في اللغة الإنجليزية وبالإضافة لهيك في عندي هون تمرين عدة تمرين في هاي الصفحة راح نحلها كلها إن شاء الله ونفهمها إذا حابين تحصلوا كل هاي المهارات اليوم خلوكم معانا لآخر هذا الفيديو بداية بدنا نبدأ في الكلمات المهمة لحفظ هاي الكلمات أي كلمة مش حافظينها لازم تكتبوها دفتر الإنجليش وتحفظوها لكن لازم تعرفوا اللفظ الصحيح إلها عشان هيك استمعوا لللفظ town بلدة near behind خلف building مبنى mosque لاحظوا اليو والإي ما بنرفضها mosque مسجد pray يصلي راح تشوفوا إن شاء الله كيف معرفة هاي المعاني راح يساعدنا كثير في درس اليوم ماذا عن اللغة والقواعد اللغة والقواعد اليوم متخصصة إنه كيف أسأل هل هناك كذا وكذا هل هناك كذا وكذا عشان أسأل هل هناك في عندي طريقتين إما أحكي is there a هاي الطريقة الأولى هل هناك كذا أو are there any كذا هل هناك أي كذا طيب إيش الفرق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية بتوقع العديد منكم اكتشف الفرق الصيغة الأولى بسألها لما بدي أسأل بستخدمها لما بدي أسأل عن شيء واحد عن مفرد is there a bag هل هناك حقيبة is there a book in your bag هل هناك كتاب في حقيبتك فلما بسأل مثلا عن كتاب أو عن حقيبة عن شيء مفرد بستخدم is there a ماذا لو كنت بتسأل عن جمع مثلا هل هناك أي كتب are there any books هل هناك أي كتب طبعا لأنه كتب جمع فبستخدم are there بنرجع للصيغة الأولى is there a هل هناك كتاب إذا كان نعم بحكي yes there is لاحظوا السؤال لأنه بدأ بـ is الجواب بماذا ينتهي ينتهي بـ is وهنا إذا no no there isn't الـ is نفسها بتستخدمها في آخر الجواب لكن بنفيها لأنه no no there isn't لكن لما يكون السؤال يبدأ بـ are الجواب ينتهي بـ are are there any books مثلا yes there are with a no no there aren't أخذت الـ are نفسها ونفيتها aren't لأنه الجواب no بتصور اللغة والقواعد إن شاء الله بسيط ومفهومة بإذن الله إذا كان في عندكم أي إشكال راح تشوفوا كيف إن شاء الله راح نطبقها في تمارين اليوم خلونا نبدأ بالتمارين لكن قبل هيك إيش رأيكم إننا نأخذ أول جملة خلونا نأخذ بس أول جملة من هاي الجمل أين المسجد كيف أحكي في الإنجليش أين المسجد هل تقدروا تحكولوش للمكتوب أول شيء أين ما معنى أين where is where is لأنني بسأل عن شيء واحد بكتوب there where is لو بسأل عن المساجد بحكي where are أين المسجد where is المسجد ما معنى ال بالأول بدي أكتب ال شو معنات ال the طيب مسجد مسجد هيتها معي هون ولازم تحفظوا هاي المعاني مسجد موسك وهاي موسك أوكي تمام وهاي علامة السفهم صار عندي where is the mosque أين المسجد بنكمل الجملة الثانيات بعد ما نأخذ شيء من هاي التمرين التمرين number four ask and answer إيش يعني اسأل وماذا وأجب في عندي هون عدة أمور زي ما أنتم شايفين كل واحدة من هذول بدي أعمل عليها سؤال ثم أجاوب لكن في شيء مهم كثير ترى الإجابة رح تختلف من شخص إلى آخر ليش؟ لأن الإجابة بتعتمد على مدينتك فإحنا بدنا نسأل مثلا هل هناك سوق in your city في مدينتك فإذا موجود بتحكي yes إذا غير موجود بتحكي no فالآن هسا أنا هنا بدي أحل هذا التمرين إن شاء الله وخلينا نشوف كيف رح نحله وخلينا نحله مع بعض أول شيء بدي أسأل عنه الماركت إيش يعني ماركت سوق بس معمول عنه سؤال is there a market in our city هل هناك سوق في مدينتنا yes there is إذن هذا محلول نأتي إلى الhospital أول سؤال ما معنى hospital مستشفى وعلى فكرة أي كلمة مر معنا مش حافظينها بنصحكوا توقفوا في الفيديو وتكتبوه عدفة إن إنجليش مع المعنى hospital مستشفى فبدي أحكي هل هناك مستشفى في مدينتنا طيب نيجي هون كيف أحكي هل هناك طبعا مستشفى مفرد فبحكي is there هل هناك مستشفى a hospital ولاحظوا إحنا استخدمنا القاعدة الأولى هنا is there a hospital is there a hospital هل هناك مستشفى في مدينتنا in our city في مدينتنا وهي question mark الآن نأتي إلى الجواب هل هناك hospital في مدينتنا إذا كان الجواب نعم إذا في عندكم في مدينتكم مستشفى رح تحكي yes أجل يوجد there is لاحظوا استخدمنا هون yes there is وإذا كان لا شو رح تستخدمه no there isn't أوكي بتوقع الأمور إن شاء الله إنها واضحة كثير وسهلة أوكي no there isn't نفس الشيء استخدمنا هون no there isn't طبعا أنتو لازم ما تكتبوا الجوابين تختاروا واحد منهم إذا في عندكم بندينتكم مستشفى بتختاروا ال yes وإذا ما فيه شو بتختاروا إنه إحنا رح نتبع إن شاء الله هاي الطريقة في باقي الأسئلة نيجي على السؤال البعدي وعن إيش بدي نسأل يترى أها restaurants يترى ما معنى restaurants احكوا لي مطاعم جمع ولا مفرد جمع بدي أسأل هل هناك أي مطاعم باستخدم الصيغة الأولى ولا الصيغة الثانية أكيد الصيغة الثانية are there any hospitals هل هناك أي مطاعم بعدين بحكي في مدينتنا يلا خلنا نحكي مع بعض هل هناك are there أي any مطاعم rest rent في in مدينتنا كيف أكتبها بالإنجليش our city طيب تمام هل أنتم بتحاولوا إنكم تجاوبوا معاي حاولوا جاوبوا معاي لات تركون أجاوب لحالي حتى يكون في استفادة وتفاعل وعدم ملل هل هناك مطاعم في مدينتنا إذا كان الجواب نعم شو راح نحكي احكولي yes بعدين إيش there are ليش there are لأنه إحنا بنحكي عن restaurants مطاعم جمع بلشنا بـ are والجواب بنتهي بـ are طيب وإذا كان no بحكي no فاصلة there aren't أوكي أوكي aren't طيب تمام الأمور سهلة ولا لا بتصور كثير سهلة إن شاء الله طيب نيجي على museums ما معنى museums متاحف مفردون لجمع جمع بيستخدم الصيغة الأولى ولا الثانية 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 طيب حاولوا إنكم تحكوا معاي كيف لازم أكتب من غير ما تتفرجوا على القواعد حاولوا من ذاكرتكم كيف أحكي هل هناك أي متاحف بحكي are there احكوا قبلي أي أي متاحف museums في مدينتنا in our city وهي علامة استفهم إذا كان الجواب ياس شو رح أكتب احكوا لي yes ياس ماذا there there is ولا there are there are لأن museums إحنا بنسأل على المتاحف جمع with a no شو بحكي no there aren't أوكي طيب نروح للسؤال البعدي وعن أيش السؤال البتالي آها airport ما معنى airport مطار فبدي أسأل هل هناك مطار يا ترى أباستخدم is there ولا are there مطار واحد أوكي معنى is there هل هناك مطار أ airport طبعا في خطأ هاس بحكي لك شو هو airport هل لاحطوا الخطأ شو هو أ airport بيصير لا ما بيصير أصلا حاولوا تلفظوها airport حاولوا تلفظوها airport صعبة كثير فبشو نقول an airport وهذا هو الفرق بين ال a وال an an airport لأنه airport بدأ بحرف علة فصعب تقول a airport فبتصير an airport بتصير هيك مخففة is there an airport في مدينتنا in our city طيب كويس كثير إذا كان الجواب يس شو راح نكتب yes there there ماذا there is with a no no there isn't حلو طيب كويس نأتي الآن إلى train station فيضل عند train station hotel هل تجروا توقف الفيديو وتسوي الثنتين لحالكم حاولوا حاولوا تعملوهم لحالكم نجعل train station train station ما معنى train station محطة قطار مفرد كيف أسأل هل هناك محطة قطار في مدينتنا أنا بدي أكتب بس أنا بدي أكتب تحكوا قبلي is there a train station in our city إذا كان الجواب يس شو راح أكتب احكوا لي yes there is is there a hotel in our city is there a hotel in our city yes there is وإذا no no there isn't والحمور إن شاء الله هيك حنكون خلصنا هذا التمرين التمرين الرابع بقي عند التمرين الخامس 5 إيش رأيكو نتسلى ونتعلم مع تمرين الأوائل بدنا نكتب هاي الجملة بالإنجليزي أين منزل عبلة طبعا هاي الكلمات مأخوذة من درس اليوم أين منزل عبلة كيف أحكي في الإنجليزي أين منزل عبلة أول شيء أين where إيش رأيكو where is ولا where are بما أنه منزل واحد فبحكي where is منزل عبلة كيف أحكيها لاحظوا منزل عبلة بتنعكس في الإنجليزي بنذكر عبلة في الأول أبلة بنحط لأبلة فاصلة فوقية ثم أس الملكية بعدين بنحكي منزل ما معنى منزل حاوس وهي نختار أبلة's house أوكي هاي نعمل لإجنور طيب where is أبلة's house طب ليش يستاذ احنا عملنا هيك أول شيء منزل عبلة بنعكسها أوكي وثاني شيء احنا ليش أضفنا الأس الملكية هاي لأنه كان بحكي أين المنزل تبع عبلة منزل عبلة فالمنزل هاي تبع مين تبع عبلة فالأس هاي اسمها أس الملكية فعشان هيك بستخدمها بستخدم فاصلة فوقية ملحوقة بأس يعني إذا بدي أحكي كتاب أحمد كيف أحكي بالإنجليزي كتاب أحمد أحمد بوك كتاب أحمد كأني بحكي الكتاب تبع أحمد هاي هي أس الملكية واضح الأمور إن شاء الله طيب نحن نذهب إلى المسجد لنصلي الآن أنا بدي أكتبها بس بتخيل أنه بعضكو رح يحكيها بالإنجليش قبل ما أكتبها شو لازم نكتب حكولي we نذهب we go إلى to المسجد ما معنى the ومسجد mosque لنصلي ما معنى لي بالإنجليزي معناها to to إلها أكثر من معنى إلى ولي نصلي pray طبعا هاي موجودة معنى هون رح تمر معنى كمان شوية إن شاء الله في الدرس we go to the mosque to pray نحن نذهب إلى المسجد لنصلي واضح أمور إن شاء الله طبعا في واجب أنه هاي الجمل الإنجليزية عفوا العربية تنقولوها عدف تري إنجليش بس الجمل العربية وإنتوا بعدين لما سير في عندكم وقت فراغ اترجموها لحالكم وممكن تكتبوا الترجمة في التعليقات إن شاء الله نأتي الآن إلى التمرين الخامس read answer and say اقرأ أجب وقل اقرأ أجب وماذا وقل طبي كويس إذا الوضع عندي في عندي هون مقالة قصيرة نص قصير بدي أقرأه وبعد ما أقرأه في علي أسئلة بدي أجاوب عليها فهذا إيش معناته؟ معناته أنا لازم أقرأ وأنا أفهم مش بس أقرأ أقرأ وأفهم وهذا الشيء مفيد جدا في الامتحان إنه لما تقرأ أول مرة ما في وقت تضيع وتقرأ مرة ثانية وثالثة من أول مرة حاول تفهم قدر الإمكان طيب نبدأ الآن لكن خلينا أذكركم إذا ما كنتم مشتركين في القناة ياريت تشتركوا الآن وتفعلوا زر الجرس قبل ما تنسوا وتعملوا إعجاب في هذا الفيديو وبعد ما ينتهى الفيديو ياريت إنكم تشاركوا هذا الفيديو مع الآخرين ولو كتبتونا تعليق بسيط يتشجعون فيه فبنكون شاكرين لكم طيب ما معنى ماي تاون؟ بلدتي ما بدي أشتغل لحالي بدي إياكم تشتغلوا معي كيف تشتغلوا معي؟ أنا رح أشتغل على الكلمة قبل ما أقراها بدي إياكم أنت تقرؤوها قبلية ماشي؟ I like my town أنا خليت لكم مساحة بحيث تقرؤوا قبلية I like my town الآن خلصنا الجملة شو رح أعمل أنا هسا؟ رح مرة ثانية أشتغل على الكلمة وأعطي معناها مرة ثانية أنت لازم تعطوا المعنى قبلية كمان أنا أحب بلدتي رح نشتغل على هذا النظام في كل الدرس أقرأوا أنا وبعدين أعطي المعنى لكن قبل ما أقرأ كل كلمة وترجمها أنت لازم تعملوا هذا الشيء نبدأ بالجملة الثانية my اقرأوا قبلية house is near my school الآن بدي أقرأها بشكل أسرع my house is near my school شو لازم نعمل هسا؟ نترجم عشان نفهم منزلي بقرب مدرستي طبعا الأصل أنه نفهم من غير ما نحكي الترجمة حكي بس أنا بدي أحكي بدي أستخدم هاي الطريقة معاك حتى أعرفك بالمعاني كلها بحيث إذا مش عارفين شيء توقف في الفيديو تكتبوا على الدفتر إذا شو صار عندي أنا أحب بلدتي طيب كويس بحب بلدتي منزلي وين منزلي؟ بقرب مدرستي طيب كويس there is a sports center behind the school مرة ثانية there is a sports center behind the school الآن بدي أعطى المعنى بنصحكو بس أكمل القراءة إن كنتوا توقف في الفيديو تعطوا المعنى قبله خلينا أعطى المعنى مع بعض أسبقوني هناك مركز رياضي خلف المدرسة أوكي إذا في مركز رياضي وين موجود خلف المدرسة إحنا لازم نكون قاعدين بنخز المعلومات صح ولا لأ نيجي هون we play tennis in the sports center we play tennis in the sports center ما المعنى؟ اعطوني معنى الكلمة بأشر عليها قبلي نحن نلعب التنس في المركز الرياضي أوكي لو سألكم ماذا بيلعبوا بيحكوا للتنس أوكي on saturday اقرأوا قبلي we go shopping in the market الآن خلنا أقرأ بسرعة on saturday we go shopping in the market أوقف الفيديو اقرأوا هالجملة كلها ويعطوا الترجمة المفروض ترجمتوا كالتالي في يوم السبت نحن نذهب للتسوق في ماذا؟ في السوق طيب تمام نكمل the market is in the old town المعنى كالتالي السوق في المدينة أو البلدة القديمة إذن لو سألتكم where's the market أين السوق where's the market بتحكولي in the old town نكمل there are اقرأوا معي many shops in the old town okay in the old town there are many shops in the old town بدي أعطي المعنى وأعطوه قبلي هناك العديد من المتاجر ممكن ترجموها الكثير من المتاجر في البلدة القديمة okay إذن في عنا many shops في the old town there is اقرأوا قبلي a museum المعنى ما المعنى هناك متحف there are all buildings near the museum there are all buildings near the museum احكوا للمعنى قبلي هناك مباني قديمة الصفة والموصوف تنعكس الترتيبة في الإنجليزي مباني قديمة بقرب ماذا المتحف طيب كويس نكمل the mosque is near the museum المعنى المسجد بقرب المتحف we go to the mosque to pray we go to the mosque to pray المعنى اعطوه قبلي نحن نحن ايش نذهب الى المسجد لماذا لنصلي لو سألتكم why انتو تروهوا على الموسك تحكوا لي to pray لنصلي طيب كويس تمام الان هسا احنا هيك الحمد لله يعني قرأنا هذا النص طبعا بدي أعطيكو واجب انه بعد ما يخلص الفيديو يكون عندك وقت فراغ ضروري ضروري كثير تقرأوا هذا الدرس جملة جملة وكل ما تقرأوا الجملة واحدة تعملوا على ترجمتها هذا طبعا اذا حبين انه بالفعل يصير في عند كل لغة وما تحتمدوا على حد ثاني يصير تحتمدوا على انفسكم ان شاء الله الان نأتي الى ماذا الى الـ questions question one السؤال اول ماذا يقول question one where is عبلة house ايش يعني where is عبلة house يعني اين اين ماذا اين منزل عبلة اين منزل عبلة يا ترى وين منزل عبلة اها my house is near my school لاحظوا احنا في عنا كلمات مفتاحية كيف يعني كلمات مفتاحية عبلة house منزل عبلة السر في هاي الكلمة فعندي هون house منزل my house يعني عبلة house لانه كتب هذا الكلام عبلة فاذا بدي ادور في المنطقة اللي حواليها my house is near my school اوكي اذا شو رح اعمل رح اكتب هون الاجابة ان شاء الله خلينا اصغر شاشة الكتابة هاي بحيث انه ما تخفي الدرس يكون كل شيء ان شاء الله واضح ان طيب السؤال الاول ما هو جواب السؤال الاول شو من نقول منزل عبلة طبعا لاحظوا الصح والاصح انه الجواب يكون جملة كاملة يعني بدل ما تحكي بقرب مدرستي لا او مدرستها تحكي منزل عبلة بقرب مدرستها تعمل جملة كاملة خلينا نعمل مع بعض كيف احكي منزل عبلة ابلة اوكي اعفا ابلة حاوس منزل عبلة از لانه بدل اخبر عنه استخدمت از شو بدل اخبر عنه انه بقرب مدرستي ولا مدرستها بقرب مدرستها فبدل احكي اول شيء بقرب ما مال بقرب هل احكي my house my house معتها مدرستي مدرستها her house وابتا امور ان شاء الله اعرفت لش my خليتها her her school عفوا لانه منزلها بجانب مدرستها وابتا امور ان شاء الله طب كويس طبعا ممكن البعض يشوف انه الفيديو طال ما في مشكلة هل انتم مستفيدين ما في مشكلة يعني الفيديو يكون اطول مع فائدة احسب يكون قصير ومجرد انه انت تنقل الحل ومش فاهمين شو اللي صار لانه احنا مش هدفنا بس نحل ترى فكرة هدفنا نبني لغة عشان في المستقبل ما تكون هي معضلة زي بعض الناس زي بعض الناس للان اللغة الانجليزية على مدى السنوات كلها معضلة عنده لا لازم اللغة الانجليزية تكلها هي سبب في رفع معدلكم طيب نأتي الى السؤال الثاني question 2 ماذا يقول is there a sports center هل فهمين السؤال ترجموا السؤال قبلي هل هناك مركز رياضي يترى هل يوجد مركز رياضي ايش رأيكم هل يوجد مركز رياضي خلنشوف there is a sports center behind my school إذن sports center هاي المفتاحية لأنه there is يوجد sports center behind my school فالجواب الجواب الآن is there a sports center هل هناك sports center شو رح يكون الجواب yes there is yes there is واضح هذا جواب هذا السؤال السؤال الثاني تعرف شو اسمه شو نوعه اسمه yes no question أوكي إذن نأتي الآن المعنى ماذا أوكي ماذا تفعل عائلة عبلة في السوق هيك منفهمها واضح واللحظة هي أسلم لك هي العائلة تبعت عبلة طيب إيش تساوي عائلة عبلة في السوق طيب نيجي هون نقرأ طبعا لاحظوا الكلمة مفتاحية أنه عبلة family عبلة family نقرأ هون we play tennis in the sports center on saturday we go shopping in the market أوكي إذن لاحظ أنها بتحكي وي نحن يعني إحنا عائلتنا شو بنعمل go shopping أوكي in the market طيب إذن واضح عنه شو بيساوي الماركت 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 شو بيساوي بيتساويقه أوكي إذن شو بدي أحكي بدي أحكي عائلة عبلة إيش مالها تقوم بالتسوق تذهب للتسوق في السوق احكوا لي شو لاتن أكتب كيف أكتب عائلة عبلة يلا عائلة عبلة ablaze family أيوا بدي أحكي تذهب إلى السوق كيف أحكي تذهب إلى السوق أوكي تذهب إلى السوق أها عفوا هنا ماركت أوكي تمام لتتسوق لأجل التسوق ما معنى لأجل التسوق لأجل التسوق صار في عندي أبلة's family go to the market for shopping المعنى عائلة عبلة تذهب إلى الماركت لأجل التسوق وابش الأمور إن شاء الله يعني زي كأننا بنجاوب العربي نفس الإشي بس إنه نكون عارفين المعاني four ماذا عن four are there new buildings near the museum are there new buildings near the museum خلونا نقرأ مع بعض نعطي المعنى مع بعض هل هناك مباني جديدة هل هناك مباني جديدة وين بقرب المتحف بقرب المتحف أوكي إذن لاحظوا هون شوفي عندي الكلمة المفتاحية أنت عارفين شون الكلمات المفتاحية هون عندي new buildings مباني جديدة وميوزيوم طيب نقرأ هون حتى لا يجب new buildings وميوزيوم the market is in the old town there are many shops in the old town there is a museum لاحظوا أنه قربنا there are all buildings near the museum إذن في عندي old buildings near the museum بقرب المتحف شوفي عندي old buildings بين هون بحكي لي new buildings مباني جديدة فالنص بيحكي لي أنه بجنب الميوزيوم في عندي old buildings قديمة السؤال بيسأل هل هي جديدة طبعا لا ليست جديدة old طبعا هذا جواب نعم أو لا لأنه بلش بهل فاشرح يكون الجواب no كلا there aren't لا يوجد أوكي ليش حطينا aren't لأنه بنسأل عن buildings مباني الأمور شاء الله إنها واضحة طيب نأتي إلى five where is the mosque where is the mosque اعطوني المعنى أين المسجد أين المسجد لاحظوا طبعا الكلمة المفتاحية عندي الموسك بدي أعرف مكان الموسك فبنقرأ هون the mosque ok is near the museum the mosque is near the museum اعطوني المعنى المسجد بقرب المتحف إذن هذا هو الجواب أين المسجد المسجد بقرب المتحف صح ولا لا بدي أحكي المسجد بقرب المتحف شو لازم أكتب احكولي the mosque ok the mosque is near the museum صار عندي المسجد بقرب المتحف طبي كويس إن شاء الله أنكم مستفيدين يا رب من هالدرس احكونا إذا مستفيدين في التعليقات ستة why why do they go to the mosque why do they go to the mosque هل مذكرين انهدوه بعد أداة السؤال ما تكون لها معنى طيب خلونا نعطي الترجمة تعطوني الترجمة بسرعة لماذا هم يذهبون إلى المسجد لماذا هم يذهبون إلى المسجد طبعا لاحظوا في عند الكلمة المفتاحية mosque why المسجد لماذا طيب خلونا نشوف لماذا هم بيروحوا على المسجد we go to the mosque to pray لنصلي الآن هم بيروحوا ليش عشان يصلوا طبعا مثل ما اتفقنا بدي أعمل جواب كامل شو راح أحمل راح أحكي هم يذهبون إلى المسجد ليصلوا واضح كيف أحكي هم يذهبون they go احكوا قبلية إلى المسجد to the mosque ليصلوا to pray لاحظوا ما أسهل كتابة الجمل الإنجليزي لما تكون حافظين المعاني فلا تنسوا أنكم تحفظوا هاي المعاني وغيرها وكمان هاي القواعد تكتبوها عدفة الإنجليز نأتي إلى آخر سؤال do you go to the mosque every day why أوكي لماذا الآن السؤال بدنا نترجمه do في أول السؤال معتها هل هل أنتم تذهبون إلى المسجد كل يوم كل يوم كل يوم ولماذا فأول شيء هل تذهبون إلى المسجد كل يوم إحنا بنا نحط yes إن شاء الله تكونوا أنتم كذلك تذهبون إلى المسجد كل يوم yes yes ماذا yes I نعم أنا yes I do من أجل أنا أفعل ذلك yes I do أجل أنا أفعل ذلك لاحظوا السؤال لو أنه بلش بdo لأن السؤال بدأ بdo الجواب ينتهي بdo لو السؤال بلش بR كان أنهينا الجواب بR واضح الأمور yes I do أجل لماذا why لماذا بدي أحكي لأصلي yes I do أوكي فبدي أحكي إيش أنا أذهب إلى المسجد كل يوم لأصلي على النوع حتى أنت فقدنا تكون أجوبتنا كاملة كيف أحكي أنا أذهب إلى المسجد كل يوم لأصلي أنا أذهب I go إلى المسجد to the mosque أوكي كل يوم إيش ما تكون اليوم everyday لأصلي to pray أوكي اشتركت بالقناة فعلت زر الدراسة عملتوا لايك للفيديو إن شاء الله أنت تكون سفدت بالفيديو اليوم حتى وكان طويل لبهم بالفائدة نراكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة سيد رائد المسعيد يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة